موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من السيديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناوين الرئيس العليم يؤكد خلال كلمته في القمة العربية الصينية على ضرورة رجع ميليشي الإرهاب الحوثية موسيقى الإصلاح يهنئ قيادة السعودية بنجاح القمم الثلاث ويثمن مخرجاتها بشأن اليمن موسيقى أستهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي على ضرورة ردع ميليشي الحوث الإرهابية ودفعها إلى الرضوخ للإرادة الشعبية والدولية والحيلول دون التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية للدول وتزويد ميليشياتها بالأسلحة المحرمة دوليا وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمته أمام القمة العربية الصينية يوم أمس في العاصمة السعودية الرياض إن سنوات الحرب الحوثية دمرت مدن اليمن وأريافها وسحقت سبل العيش وحولت البلاد إلى بؤرة نشطة لتصدير العنف وتغذيته بمجاميع الفقراء والجوعة في محاولة لتحويل بلادنا إلى نقطة انطلاق لتهديد أمن المنطقة ودع العليم إلى استراتيجية عربية صينية مشتركة تضمن حماية الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة وإنهاء النزاعات المسلحة في المنطقة وعرب العليم عن اعتزاز اليمن بعلاقاتها التاريخية مع الصين وتقديره الكبير لموقف بكين التابت والمساند للحكومة الشرعية وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل السلام الشامل الذي يستحقه الشعب اليمني وفقا للمرجعيات الثلاث المعتمدة بسم الله الرحمن الرحيم صاحب السموة الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة السعود أولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة فخامة الرئيس شي جين بنغ رئيس يمورية الصين الشعبية الصديقة أصحاب الفخامة والسمو معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمعوا لي في مستهى الكلمة هذه أن أتوجه بالشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية ولخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على استضافة هذا الحدث الهام في تاريخ العلاقات العربية الصينية وعلى المستوى الرفيع من التنظيم وحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي هي خصال راسخة في مملكة الخير والمبادرة والعطاء كما نعرب عن خالص اعتزازنا وتقديرنا لهذا البلد العظيم تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وشعبه الكريم على دوره الريادي ونهضته الفريدة التي مثلت قصة نجاح غير مسبوقة وبالهام من رؤية عشرين ثلاثين لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كما أتوجه بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس شي جين بنك رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة التي تربطها باليمن وشعبه علاقات تاريخية متينة تمتد لعقود طويلة من الزمن وعلى جهوده الحفيثة في إنجاح هذه القمة لتكون محطة انطلاق لتعزيز العلاقات العربية الصينية وأساساً متيناً لشراكة عربية صينية نحو مستقبل مشرق قوامه المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أصحاب الجلالة والفخامة والسمو تمثل هذه القمة الأولى من نوعها فرصة لتحقيق التقدم والازدهار والتنمية لشعوب المنطقة العربية والشعب الصيني الصديق من خلال صياغة استراتيجية مشتركة للتعاون ورؤى موحدة للسلام والتنمية المستدامة وإننا هنا نؤكد اعتزازنا الشديد بعمق العلاقات التاريخية العربية الصينية كما نثمن ونحيي موقف الصين الثابت والمساند للحكومة الشرعية في بلادي وأمن واستقرار بلادي أيضاً وسلامة أراضيه وفي المقابل نقدد مواقفنا الملتزمة من مبدأ الصين الواحدة ولا شك أن ننعقد هذه القمة يأتي في ظروف مثالية لمقاربة تطلعات بلداننا وشعوبنا في عالم تعصف به النزاعات والحروب والفقر والجوع والتشرد فضلاً عن تداعيات التغير المناخي الحاد وما يتطلبه ذلك من جهود مشتركة لتعزيز التضامن الجماعي وعدم ترك الدول الأقل نمواً غارقة في الصعاب بعيدةً عن الركب لذلك تعين علينا في هذه المرحلة الحاسمة الاستفادة القصوى من المبادرات الإقليمية والدولية السانحة بما في ذلك الحزام والطريق والشرق الأوسط الأخضر جنبًا إلى جنب مع مضاعفة جهود صناعة السلام والإبداع والريادة لكن دعوني أكون واضحًا معكم بالقول أن المضي قدماً في هذه المبادرات بحاجةً أولًا إلى إنهاء النزاعات والحروب في المنطقة وفي المقدمة دفع الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني إلى الرضوخ للإرادة الشعبية والدولية والحيلولة دون التدخلات الإيرانية السافرة في شؤون بلادي وتزويد ميليشياتها بكافة أنواع الأسلحة المحرمة دولياً ومن جانبنا في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة فإننا سنواصل العمل معكم من أجل السلام الشامل الذي يستحقه شعبنا اليمني وفقًا لمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصًا القرار 2216 الأخوة الحضور إنما يواجهه اليمن كحلقة مهمة في أرث طريق الحرير بمعابره البرية الشاسعة ومنافذه وجزره الاستراتيجية وخلجانه المتشاطئة مع دول المنطقة بين مضيق باب المندب وقناة السويس سيكون اختبارًا هامًا لتجمعنا هذا وسيظل كذلك تحديًا للعالم أجمع لذلك فإن هذه القمة ينبغي أن تمثل استجابةً واعية واستشعارًا واقعيًا لهذه التحديات المحدقة بأمننا الجماعي والتزاماتنا ومسؤولياتنا أمام المجتمع الدولي وإننا نأمل ترجمة ذلك إلى استراتيجيةٍ موحدة لمواجهة تحدياتنا المشتركة وفي المقدم دعم شعبنا اليمني ومساندة حكومته الوطنية وإصلاحاتها الاقتصادية والخدمية في مواجهة المشروع المتطرف للميليشيات الحوثية الإرهابية وتخادمها مع تنظيم القاعدة وداعش والعمل على إنهاء الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم التي طال أمدها والتعاطي السريع مع خطر الإنسكاب النفطي المحتمل من الناقلة صافر في البحر الأحمر قبل أن يضعوا التسويف جميعاً في قلب المواجهة مع أزماتٍ كبرى خارج السيطرة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو الأخوة الحضور يقول الصينيون القدامى إن الإنسان عندما يتوفر لهما يكفي من الحبوب يكونوا مؤدباً كما أنه يميز بين الكرامة والذلة عندما يؤمن له الأكل والملبس وخلال السنوات الماضية دمرت الحرب مدن اليمن وأريافها وسحقت سبل العيش وحولت البلاد إلى بؤرة نشطة لتصدير العنف وتغذيته بمجامع الفقراء والجوعاء في محاولةٍ لتحويل بلادنا إلى نقطة انطلاقٍ لتهديد أمن المنطقة ونظراً للاعتداءات المتكرية من جانب تلك الميليشيات على الشعب اليمني ودول المنطقة قرر مجلس الدفاع الوطني تصنيفها منظمةً إرهابية وهو الإقراء الذي يتطلب دعمكم الجماعي كخيارٍ سلمي لإحياء مسار العملية السياسية مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى جميع المواطنين وإنني أنتهز هذه المناسبة ليعرب شكري لكافة الدول العربية التي دعمت قرار التصنيف من خلال جامعة الدول العربية كما نجدد موقفنا الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدشة الشرقية أصحاب الجلال والفخامة والسمو لا يزال تحالفنا مع أشقائنا بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إحدى أقوى التحالفات التي عرفها العالم خلال العصر الحديث حيث كانوا معنا على طول الطريق في الدفاع عن دولةٍ عضوٍ في الأمم المتحدة ختاماً أبارك لكم نجاح القمتين السعودية الصينية والخليجية الصينية وأتمنى لقمتني هذه برجاسة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نجاحاً مماثلاً وأن تشكل مدخلاً وإطاراً جامعاً لتحقيق تطلعات شعوبنا في التنمية والسلام والاستقرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكانت القمة السعودية الصينية في الرياض دعت إلى التوصل لحلٍ سياسيٍ وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن اثنين وعشرين ستة عشر أكد البيان الختامي للقمة التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض على أهمية دعم مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية أشهد الجانب الصيني بمبادرة المملكة لإنهاء الحرب في اليمن وجهودها ومبادراتها العديد الرامع إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية أكد الجانبان السعودي والصيني على أهمية التزام ميليشي الحوث بالهدنة والتعاون مع المبعوث الأممي والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام للتوصل إلى حلٍ سياسيٍ دائمٍ وشاملٍ للأزمة اليمنية وثمن الجانب الصيني ما قدمته المملكة من مساعداتٍ إنسانيةٍ إغاثية وتنموية للشعب اليمني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمال اليمن إلى ذلك رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر عن القمة السعودية الصينية وثمنت الدعم السياسي والاقتصادي الذي يقدمه البلدان ودعمهما الكامل للجهود الرامية للتوصل إلى حلٍ سياسيٍ للأزمة اليمنية إلى ذلك هنأ التجمع اليمني للإصلاح المملكة العربية السعودية بنجاح القمم الثلاث السعودية الصينية والخليجية والصينية العربية التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض وثمن القائم بأعمال الأمين العام للإصلاح النائب عبد الرزاق الهجري مخرجات القمة الخليجية الصينية بشأن الملف اليمني وتأكيدها على دعم الشرعية اليمنية كما ثمن الهجري في تصريح للإصلاح نت تأكيد القمة على مرجعيات الحل السياسي وقرارات مجلس الأمن اثنين وعشرين ستة عشر وعشرين أربعة وعشرين وإدانتها لكافة الهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية في المحافظات اليمنية ودول الجوار وحي القائم بأعمال الأمين العام للإصلاح الأشقاء في السعودية بقيادة خادم الحرمين شريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وحرصهم على لم الشمل العربي وتقوية أواصل العلاقات العربية مع القوى الكبرى في العالم ومنها الصين بهدف تعزيز التعاون المشترك والتنمية المستدامة وتأكيد الحق العربي الفلسطيني ورفض المعايير المزدوجة في محاربة الإرهاب استغرب مصدر مسؤول في التجمع اليمن للإصلاح الاتهامات التي أوردها اللواء حسين العج العواضي في منشور على صفحته في الفيسبوك يوم الخميس الموافق الثامن من ديسمبر 2022 واعتبرها عارية عن الصحة وكذا المصدر لموقع الإصلاح نت بأن الإصلاح مؤيد لقرارات مجلس القيادة الرئاسي ولم يعمل على عرقلة أي منها وأوضح المصدر بأن موقف الإصلاح الثابت ودعم الشرعية ومؤسساتها وقد قدم وما يزال يقدم التضحيات الكبيرة جنبا إلى جنب عن القوى الوطنية والتحالف العربي الدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل إنهاء الحرب والانقلاب الحوثي والسعادة الدولة وقال المصدر المسؤول إن مواقف الإصلاح معلنة في وسائل إعلامه وهي شاهدة على ذلك وكان بإمكان اللواء العواضي الرجوع إليها لمعرفة هذا الموقف حيث أن وسائل التجمع اليمن للإصلاح الرسمية لم تنشر أو تتطرق لأي موقف رافض للقرارات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي وأشار المصدر المسؤول لأنه كان الأحرى باللواء حسين العج العواضي أن يحول المنشور لنذاء لكل أبناء الجوف للوقوف صفا واحدا أمام الميليشي الحوثية المدعومة من إيران وتحرير المحافظة من بطشهم وغطرستهم بدلا من تفكيخ الصف الوطني المقاوم للحوثية الإرهابية المجرمة بمثل هكذا خطاب وحي الإصلاح نضالات أبناء الجوف وتضحياتهم الكبيرة في مواجهة الإجرام والإرهاب الإمامي الحوثي حيث كانوا السباقين في هذه المعركة الوطنية وجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فرج سالمين البحسني الأجهزة العسكرية والأمنية في وادي حضرموت بتعقب مرتكب الحادث الإرهابي في قطاع الرويك ضد دورية أمنية تابعة للمنطقة العسكرية الأولى وأعرب اللواء البحسني خلال اتصاله بقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس عن إدانته واستنكاره للهجوم الإرهابي الذي استهدف أفراد القوات المسلحة وهم في أداء الواجب لتأمين وحماية فريق تابع لمنظمة الهجرة الدولية ووجه اللواء البحسني قائد المنطقة العسكرية الأولى والمدير العام للأمن والشرطة بوادي حضرموت بالبحث عن مرتكب الجريمة وتعقبهم وتقديمهم للجهات المختصة ينالوا جزاءهم الرادع وكان جنديان استشهد وأصيب أربعة آخرون برصاص مسلحين مجهولين هاجموا دورية أمنية في قطاع الرويك بمحافظة حضرموت يوم أمس الجمعة وقالت مصادر محلي أن المسلحين استهدفوا جنودا يتبعون كتيبة الحضارم في المنطقة العسكرية الأولى خلال مرافقتهم لمنظمة الهجرة الدولية في منطقة العبر غرب المحافظة وتأتي هذه الجريمة في ظل تصعيد المجلس الانتقالي ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى حيث شهدت مدينة سيئون خلال اليومين الماضيين أعمال شغب وقطع للطرقات عثرت إدارة أمن محافظة أبيا على كميات من مخدر الحشيش ومادة الشبو ملقا على امتداد ساحل مديرية زنجبار عاصمة المحافظة وصولا إلى منطقة الشيخ سالم بمحاذاة مديرية شقرة رجح بلاغ صحفي نشرت إدارة الأمن في محافظة لحج أن يكون مصدر المخدرات التي تم العثور عليها سفينة تهريب غرقت في البحر قال البلاغ إنه تبين بعد معاينة الكميات المضبوطة من المخدرات أن من شأها دولة إيران قالت سفارة بلادنا في واشنطن إن السلطات الأمريكية ضبطت 75 قطع أثرية يمنية مسروقة أثناء محاولة تهريبها إلى الولايات المتحدة الأمريكية أشاد سفير اليمن في واشنطن محمد الحضرمي بجهود وزارة الخارجية الأمريكية والسلطات المعنية بتفعيل قرار حماية التراث اليمني من الاتجار والتهريب وأعرب الحضرمي عن امتنان الحكومة اليمنية للجهود الأمنية لجهود الأجهزة الأمنية الأمريكية التي تمكنت من رصد وضبط تلك الأثار الأمر الذي سيسهم في رفع الوعي وحماية التراث اليمني ومكافحة الاتجار وتهريب الأثار اليمنية مستقبلا أدى انفجار عنيف شهدته منطقة الكبار في محافظة الضالع مسأمس واستهدف سيارة مسؤول حكومي بالمحافظة أدى إلى احتراق السيارة وسيارة أخرى بجوارها أكدت مصادر محلية أن انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارة مدير جهاز الأمن السياسي بالمحافظة عبد القوي الزبير الشعيبي وهي متوقفة أمام منزله وبحسب المصدر في أن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا بشرية لكنه تسبب في احتراق سيارتين بالكامل وزرع حالة من الخوف والهلع في أوساط السكان نفذ أهالي مديرية المقاطر أوكلاء ومناديم مادة الغاز وقفة احتجاجية في سوق الربوع بلحج للمطالبة بزيادة حصة المديرية من مادة الغاز المنزلي وإيقاف الجبايات التي تفرضها السلطة المحلية وطالب المحتجون بزيادة حصة المديرية من الغاز وإعادة الكمية كما كانت عليه سابقا لتخفيف من الأزمة الحالية نظرا للكثافة السكانية في المديرية وإيقاف الجبايات غير القانونية وكان عدد من أبناء محافظة لحج قد نفذ الأسبوع الماضي وقفات احتجاجية عديدة طالبت بإيقاف الجبايات غير القانونية المفروضة على سائق الشاحنات والاستقطاع من حصص الوكلاء من مادة الغاز المنزلي تدهور الحالة بالمقاطرة إلى آخر حد من كل طرف من غاز من مساعدات حق المنظمات من كل حاجة يعني تدهور بالمقاطرة لا نشعر من المحافظ يعني بتحركات ولا من مدير الإدارة ولا حاجة نحن أبناء عزلة الأشبوت نطالب نطالب بزيادة الكمية الحق الغاز وليس بالخصم من الكمية لحيث وإن المواطنين زادوا كذروا والبوافدين من المدن إلى الأرياف زادوا والمسؤولين المتنفدين على الناحية هذه هم التي أصبحوا يوجدوا الضغط على المواطن نعاني من تعسف السلطة المحلية في مديرية المقاطرة بقيادة المدير العام قمال شامسان مدير مديرية المقاطرة بالأقراء بأخذ كميات المناطق المناطق المقصمة إلى مناطق أخرى مما سبب عملية الرباك في عملية التوزيح وحرمان المناطق من مادتها الغاز منها كميات مقصمة معتمدة من الشركة الليمينية للغاز على عدد السكان الفين وربعة بالرغم المذكرات الموقعة من المدير التنفيذي صافر إلى محافظة محافظة تلحق بعمل السلطة المحلغة بصفتها عملها رقابي فقط لا غير إلى أن لا حياة لمن تنادي أقامت مؤسسة فينا خير طبقا خيريا بمشاركات الأسر المنتجة على كورنيش مدينة الغيظة بمحافظة المهرة لتمويل مشروع الملابس الشتوية التي سيتم توزيعها على الأسر الفقيرة والنازحة بالمحافظة على كورنيش الغيظة كانت وجهت هؤلاء النساء للمشاركة في هذا الطبق الخيري الذي نظمته مؤسسة فينا خير ضمن جهودها الإنسانية لإيجاد مصادر تمويلا لبعض المشاريع التي لم تحصل على دعم الرغم أهميتها وحاجة الأسر إليها كل طاولة أعطت طبق خيري وهذا الطبق الخيري نحن كمؤسسة نبيع هذه الأطباق والعائد منها يذهب إلى الأسرة الفقيرة يكون في فصل الشتاء وضع برت فلذلك ندفي هذول الأطفال وندفي هذول المحتاجين للتدفئة ولذلك قمنا بهذه الفعالية واللي هي طبق خيري جزاهم الله خير أصحى الأسرة المنتجة كل أسرة منتجة أعطتنا طبق خيري المعروضات المتنوعة التي قدمتها الأسر المنتجة إلى جانب المشاركات في الطبق الخيري حظي بقبال كبير من قبل المستهلكين لاقتناء هذه المنتجات والتي ستعود فائدتها بحسب روايات القائمين عليها لشراء الملابس الشتوية وتوزيعها على الأسر الفقيرة والنازحة لدينا منتجات بطاطس بوحومر والكيك وأنواع البسكويت والجوزية نحن كأسر منتجة مشاركات في هذا الطبق الخيري لكننا نعاني من ضعف الإمكانيات وكل هذه المواد كما تشوفوا هذا من مقهود ذاتي ولكننا نأمل من المنظمات الداعمة دعمنا حتى نستطيع أن نستمر في هذا المشروع وننتج مثل هذه المنتجات ونتمنى أن يكون هذا المشروع أسبوعيا لكي نستمر ورغم المبادرة الإنسانية التي ستخفف عناء الكثيرين ثمة معاناة أخرى تعيشها هذه الأسر المنتجة وهي تعمل بجهود ذاتية وتفتقر لأي تمويل يساعدها على مواصلة الإنتاج وسط مطالبات للجهات المانحة والمنظمات للالتفات إلى أوضاعها ومد يد العون إليها حتى يتمكن من تحقيق أحلامهن وافتتاح مشاريعهن الصغيرة أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهر نشرتنا انتهت وعود إلى أهم عنوينها الرئيس العليمي يؤكد خلال كلمته في القمة العربية الصينية على ضرورة رجع ميليشي الإرهاب الحوثية الإصلاح يهنئ قيادة السعودية بنجاح القمم الثلاث ويثمن مخرجاتها بشأن اليمن للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت سهيل دوت نت وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله